المجموعات كالتالي المجموعة الاولى مالي غينيا ناميبيا والفائز من ليبيريا وتشاد ليبيريا وتشاد دول في المجموعة التمهيدية هيلعبوا مع بعض الفائز منهم هيروح للمجموعة الاولى زي ما شرحت لكم بار المجموعة التانية بوركينا فاسو اوغندا مالوي والفائز من جنوب السودان وسيشل المجموعة التالتة غانا جنوب افريقيا السودان والفائز من موريشيوس وساوتومي المجموعة الرابعة الكورغو الديمقراطية الجابون أنجولا وبعدين الفاز من جيبوتي وجامبيا المجموعة الخامسة المغرب موريتانيا إفريقيا الوسطى بورندي المجموعة السادسة الكاميرون كابفردي موزنبيق رواندا المجموعة السابعة مصر كينيا توجو وجزر القمر وعلى فكرة جزر القمر بتتكلم عربي طبعا بداعب صديقي الأستاذ اللي عمل تويتا النهاردة اللي عمل تويتا الأستاذ المشهور الصحفيز منا وصديقنا هنفتكره حالا الأستاذ رمضان الأستاذ طارق رمضان الأستاذ طارق رمضان الجميل عمل تويتا جميلة النهاردة قال جزر القمر بتتكلم عربي يا كابتن ميت حاضر يا أستاذ رمضان الأستاذ طارق حاضر حاضر يا دولة عربية بتتكلم عربي من عناي يا أستاذ طارق والله جل ما لا يسهو أو يخطئ جل ما لا يسهو أو يخطئ المجموعة التمنى الجزائر زنبيا زنبابوي وبوتسوان المجموعة التسعة السنغال جمهورية الكونغو غينيا بيساو آي سواتسني المجموعة العشرة تونس ليبيا تنزانيا غينيا الاستوائي المجموعة الحادية عشر كودفوار النيجر مدغشقر اثيوبيا المجموعة الثانية عشر نيجيريا بنين سيراليون وليسوت ده فيما يتعلق بالمجموعات طبعا مجموعتنا انا شايفها مجموعة متزنة جدا 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 مصر وكينيا وتوجو وجزر القمر اللي بتتكلم عربي مجموعة جميلة جدا 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 واشوف ان شاء الله باذن الله انه الطريق باذن الله ان شاء الله ممهد تماما للتأهل لأمم افريقيا ان شاء الله في الكاميرون عشرين واحد وعشرين بس المهم نبقى عندنا مجلس ادارة وعندنا مدير فني وطني يختار بعناية شديدة جدا زي ما جمال من ماضي جاب ناس كانوا في التلاجة وكانوا مهمشين وكانوا مستبعدين عن المنتخب لانه النظرة مش جايباء جاب ناس بقوا هم نجوم منتخب الجزائر ليس بالضرورة ان الكل يبقى محترف هناك لعبين على قدر كبير من المسئولية والقوة والقدرة الحقيقية بس انت اديهم مين هيعرف يديهم المدارب الوطني اللي شايف بعنيه المستوى على مدار الموسم مش بيروح يعود في المقصورة رجل على رجل ويشرف فنجان الشاي ويقزق شوية الليب وقدامه 22 واحد بيجروا اللي يعني واخد باله من الـ 22 لا اللي ياخد باله قوي المدارب الوطني اللي عايش جوه البلد وعارف كل امكانيات لعب من ساسه الرأسه من كتر ما شافه من كتر ما شافه طيب ده فيما يتعلق بالمجموعة